يا رب يا رب يا رب رفعت يدي بعدم الليالي وهل من سواك بصيرا بحالي دعوت ربي في سورة الكهف قال الله تعالى على لسان الفتية الذين أووا إلى الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذه الآية أيها الإخوة وهذا الدعاء مطلعه إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون لما هربوا من العباد لجأوا إلى رب العباد إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فيما يظهر أنه من أراد أن يناجي ربه مطلوب منه أن يخلو في هدأة من العبيد يعني هو ممكن أن أدعو الله عز وجل أنا وأنت ولو كنا مع بعضنا البعض ممكن أنا ماشي بالطريق ممكن أنا أعد بالمكتب وهذا صحيح لكن الأقرب أن تخلو بربك فإذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فإذا خلوت في طرف بيتك وإذا خلوت في غرفتك الخاصة وقلت ربنا وجدت بأن الطريقة بينك وبين الله تعالى أقرب وهذه عادة السلف أيها الإخوة وعادة الصالحين اليوم فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتخذون في بيوتهم مساجد كان الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو جئت بيتي فصليت لي فيه في مكان أتخذه مسجدا مسجدا يعني مكانا للعبادة فيحب أنه يتبارك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يأتي النبي صلي له في غرفة الضيوف مثلا أو في غرفته الخاصة فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اتخذه الصحابي مكانا للعبادة وهذا مناسب جدا يا شباب ويا رجال ويا أيها الأخوات كل واحد بيناتنا يكون له في بيته مكان يخلو به بربه الكهف من الممكن أن يكون مكانا في الجبل صحيح بس من الممكن أن يكون في غرفة خاصة في بيتك من الممكن أن يكون في غرفة الضيوف إذا لم يكن فيها أحد وأغلقت عليك الباب في أخ مهندس كهرباء سوري لكن هذا الرجل معروف عالميا يعني مادته العلمية واختصاصه في الكهرباء عالي جدا عنده معهد ومركز للتدريب والتعليم وللصيانة لما أنشأ مركزه مؤلف نثل الطوابئ دعاني إليه يعني وكان في طور الإنشاء أو أنشأه بس الإكساء مو كامل أحب أن يوريني القاعة فأدخلني إلى قاعتي وراح يقول لي هاي غرفة الإدارة هاي غرفة التدريب هاي غرفة المحاضرات هاي غرفة الصيانة هاي غرفة اجتماعات المهم في غرفة المدير وهي قاعة يعني ماشي لا بأس بها غرفة لا بأس بها وجدت في طرفها غرفة ملحقة بها يعني متر بمتر أو متر ونص بمتر دخلت عليها غريبة هذه الغرفة يعني هي ملحقة بغرفة المدير بس شوها الغرفة يعني متر بمتر ونص قلت له ما هاي شوها الغرفة هاي قال لي هذه الغرفة من أجل أن أخلوها بربي والله يمنح إذا واحدنا ببيته هو عم بيرتب بيته بالجملة سأوي لك هاي غرفة مترين بمتر لكي تخلو فيها بربك ذكروا عن كسرة أو عن النجاشي ذكروا عن النجاشي بأنه كان قد ألحق بغرفة الملك عنده غرفة صغيرة والأثاث فيها رث فكانوا يقولون إذا حدث مع النجاشي نعمتان كان يدخل هذه الغرفة ويغلق دونه الباب فمرة راقبوا أن هذا النجاشي شو بيفوت بيساوي بهذه الغرفة فوجدوه يسجد لربه في تلك الغرفة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا جرب تجعل كهفا في بيتك جرب تجعل زاوية في بيتك تجعلها للعبادة أمهاتنا لهم غرام ولهم هويام مع سجادة الصلاة تبعون وطأم الصلاة تحس والدتك مدري يعني في بينها وبين سجادة الصلاة تبعها وغطى الصلاة وطأم الصلاة هيك يعني فيه طرب بحيث إذا إجا شي ولدي مد إيده عليه هون يا لطيف شو بتنزعيج ليش هذا الولد مد إيده على الغرفة طيب مهنن يعني سجادة صغيرة شوها الهم وطأم صلاة شوها الهم لكن لأنها يعني تطرب مع الله عز وجل إذا كانت ترتدي هذا الثوب وهذا الغطاء وهذه السجادة فبتشعر فيه إلى حنين خاص تجاه السجادة ممكن هي بتجيب عشرين سجادة للناس مشان إزائجوا لعندها بس ما حدا يمد إيده على السجادة الصلاة تبعها وطأم الصلاة تبعها اجعل لنفسك في بيتك كهفا أو في مكان عملك كهفا تخلو به بربك وتقول فيه ربنا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا الآن الدعاء قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة العلماء وقفوا عند قول الله تعالى على لسانهم آتنا من لدنك رحمة قالوا ليش لماذا لم يقولوا قالوا ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا رشدا ليش قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة قال لأن الله عز وجل له رحمة عامة لكل عباده والله عز وجل يرحم عباده كلهم مؤمنهم وكافرهم ألا الله عز وجل يسقي الكافرين من الماء ويؤويهم ويغذيهم ويرزقهم الأموال والأولاد ويطعمهم هذه رحمة رحمة الله عز وجل فالله عز وجل بإسمه الرحيم يرحم المؤمنين وغير المؤمنين وبإسمه الرحمن هذه رحمة خاصة بالمؤمنين وقالوا الرحيم هي رحمة الدنيا والآخرة والرحمن هي رحمة خاصة للآخرة إضافية يعني فالله عز وجل يرحم عباده كلهم بإسمه الرحيم ويرحم المؤمنين خاصة بإسمه الرحمن وأراد أصحاب الكهف الفتية من أصحاب الكهف أن يرحمهم الله رحمة خاصة الخاصة فقالوا آتنا من لدنك رحمة يا رب نخصوصي كمان نحن إلنا رحمة تخصنا بها من بين المؤمنين كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم رحمتك أرجوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك الأعمال الصالحات التي أستوجب بها رحمتك أنا مرة أيها الإخوة فزعت إلى القرآن الكريم وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبحث فيها عن موجبات الرحمة شو الشغلات اللي أنت إذا فعلت بتنال الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أسألك موجبات رحمتك يا رب أكرمني بالأعمال الصالحات التي إذا عملتها استوجبت رحمتك ما هي الأعمال الصالحات التي إذا عملتها وأنا عملتها استوجبت رحمة الله عز وجل فاخترت لكم منها خمسة خمسة أعمال إذا واحدنا بيعملها يستوجب رحمة الله ربنا آتنا من لدنك الرحمة أول واحدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعانى ولده على بره الله يرحم كل أب بساعد ولده على البر كيف تساعد ولدك على البر إذا نشأته تنشئة صالحة كيف تساعد ولدك على البر إذا دعوت له كيف تساعد ولدك على البر إذا عدلت بين أبنائك كيف تساعد ولدك على البر إذا لم تحمله ما لا يطيق الله يرحم رحم الله أبا والدا أعانى ولده على بره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ثم صليا جميعا يا شباب المتزوجين جديد أو المتزوجين من قديم أو يا رجال الذين مضى على زواجكم دهر طويل صحيح إذا ذهبت أنت وزوجتك إلى مطعم في أنس وصحيح إذا طلعت مشوار في أنس صحيح إذا طلعت سيران في أنس صحيح إذا رحت تتسوأ في أنس بس في أنس أكبر إذا فقت في ليلة رمضان أنت وزوجتك قبل الفجر فصليت ماركعتين جرب جرب وشوف كيف ستتغير العلاقة حتى بينك وبين زوجك حتى المحبة التي بينك وبين زوجك حيصير في إلى طعم تاني حتى المشترك الذي بينكما سيضاف إليه مشترك جديد ستصيروا تحكوا مع بعض بأمور روحية ما كنتوا تحكوا كنتوا تحكوا بالأكل بالسيران بالروحة بالجية بالدهب بالصيغة وهذه فيها إثقال يعني أحيانا الرجل يثقل من هذه الطلبات لأنه ما في بديل حط بديل روحي بخف شوي المادي تأخذ أمور روحية ولها يعني ذوق أعلى بكثير الله يرحمه رحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ثم صليا جميعا ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم تستيقظ نضحت في وجهه الماء هذا سبب تاني تستوجب به الرحمة رقم ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا قضى الله يرحم كل واحد بالسوء التجاري عنده سماحة الآن في إلون هالأحاديث مفهوم مخالفي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يرحم كل واحد عنده سماحة يعني بالعكس العكس هو بالعكس الذي عنده تشديد وعنده فضاظة وعنده غلظة وعنده أخي أنا كلمتي ما بتنية بالسوء يعني مزعج هذا الرجل رقم أربعة رحم الله رجلا كانت له أو كانت لأخيه عنده مظلمة فجاءه فاستحله منها من قبل أن يؤخذ وليس ثم تدرهم ولا دينار فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار الله يرحم كل واحد لأخيه عنده حق مادي يأتي لعنده اسمنا نحن صرنا بخمسة عشر رمضان يقول له تعالى لك يا أخي أنا متديم منك خمسمائة ألف ليرسوري وصلي عمنيمك في ثمان تسعة شهور ما تأخذني تفضل هذا الرجل يدعو له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة الله ينزل عليه الرحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة معناته كمان والعكس بالعكس كل أخ ما احتفظ بأموال إخواته في الأرث بخمسة عشر رمضان اليوم بكرة بعد بكرة اللي بعدهم بيجيبهم بيقولون يا أخواتي أنا حجست لكم أموالكم بغير حق رحم الله رجلا كانت لأخيه عنده مظلمة فجاءه فاستحلهوا منها لكي الله ما تأخذوني هذه حقوقكم وسامحوني الله يرحم هذا الرجل الذي يفعل هذه الفعلة لأنه يقوي أواصر المجتمع الآن أول حديثين لهم علاقة بالعلاقات الأسرية الأب والزوج والزوجة ثاني حديثين لهم علاقة بالأسواق التجارية واحد تاجر يبيعه ويشتري واحد كمان بائع وشاري لكن هناك مظالم للعباد عنده رد المظالم إلى أصحابه آخر حديث رقم خمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحم كلما رحمت عبادا أكثر كلما استوجبت رحمة الله تعالى أكثر وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يا رب عرفنا طريق الصواب وطريق الحق وطريق الخير حتى نسلكه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب يا رب يا رب يا رب رفعت يدي رفعت يدي رفعت يدي بعدم الليالي وهل من سواك بصيرا بحالي رب الإنسان شكرا ربا لنا شكرا رب probability ارجونا شكرا